اما الاسئلة المقالية اللي هيبقى فيها كتابة زي اذكر شروط اذكر خصائص ماذا تعرف عنه وما الى ذلك المراجعة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله شاملة كل دوت وتكون مفيدة لكم نبدأ المراجعة مراجعة ان هي اجراءات جنائية ادي الاسئلة الموضوعية صح وخطأ اكمل مصطلح توصيل هنبدأ في النوع الاولاني لوضع علامة صح او خطأ احنا عشان نجاوب على علامة صح او خطأ لازم نكون فاهمين يعني انت عشان تقول الكلام صح لازم تكون فاهم تقول خطأ لازم تكون فاهم الصح وخطأ مفوش حفظ الصح وخطأ فيه يعني انت لو لامم المادة العلمية بتاعت المادة اللي انت راح داخل تمتحن فيها ده معناه انك تضمن درجات صح وغلط مفهاش حفظ خالص كل الاسئلة الموضوعية كلها فاهم لانك لو فاهم هتجاوب صح ولو صح تبع عارف صح ليه ولو غلط تبع عارف غلط ليه اول سؤال عندي في صح وغلط واحد تختص النيابة العامة برفع الدعاوة الداخلة في اختصاص القضاء العسكري احنا عارفين ان النيابة العامة هي بتعتبر النائبة عن الشعب في تحريك الدعاوة الجنائية طبعا هي بتعتبر زي ما بقول كده خص مشاريف طيب هي مسؤولة عن تحريك اني دعاوة الدعاوة الجنائية العادية ولا الدعاوة العسكرية طبعا احنا عندنا نعم النيابة في نيابة عادية وفي نيابة عسكرية طيب لا ما بتكلم عن النيابة العامة عن النيابة العادية يعني مسؤولة عن القضاء العادي يعني الجرائم العادية فلما جاي اقول لك في الامتحان ان هي مسؤولة عن تحريك الدعاوة امام القضاء العسكري يبقى الاجابة خطأ يبقى الاجابة خطأ السؤال التاني صح وغلط اللي بعد كده بيقول ايه اذا ارتكب احد المدنيين عندنا في مدنيين وفي عسكريين حبي كلم عن المدنيين جريمة ضد منشأة عسكرية جاز محاكماتها عسكريا هو شخص مدني اه لكن ارتكب جريمة ضد منشآة عسكرية معسكر او دبابة او ما الى ذلك هنا هو اعتدى على حاجة عسكرية هل يجوز محاكمتي عسكريا الاجابة صح الاجابة صح لان دي من الحالات التي يجوز فيها المحاكمة امام القضاء العسكري ارتكاب الجرائم ضد المنشآت العسكرية السؤال بعد كده يتم تعيين القضاء بقرار من رئيس الجمهورية يتم تعيين القضاء بقرار من رئيس الجمهورية الاجابة صح نمر الكامسة اوجب القانون ان لا يشترك في المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة اي المداولة المداولة هي ابتبل اجراء الذي يلي الترافع احنا عندنا المحاكمة جلسات المحاكمة بيكون فيها مرافعات سواء من النيابة او من المجنة عليه او عن المتهم بعد ان يتم ويستوفي جميع الاطراف المرافعة بتاعتهم بيتم اغلاق باب المرافعة ليه بيتم اغلاق باب المرافعة عشان القضاء مجتمعون يعملوا مداولة طيب احنا عارفين المداولة لها شروط انها تكون سرية انها يشترك فيها جميع القضاء اللي هما اشتركوا فيه المناقشة او في حضور الجلسات وما الى ذلك طيب السؤال هنا بيقول اوجب القانون ان لا يشترك في المداولة غير القضاء لازينا سامعوا المرافعة ده كلام منطقي جدا عشان كده الاجابة صح لان انا كقاضي علشان اشترك في المداولة لازم اكون حضرت جميع جلسات المحاكمة عشان اعرف اقول رأي صح لكن انا ما حضرتش جلسات المحاكمة هو الرأي ازاي 2.12 علشان كده الاجابة صح السؤال بعد كده في صح وغلط 6 يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة الجنائية قبل ما نجاوب لازم نعرف تشكيل المحكمة المحكمة الجنائية بتتشكل كالاتي رقم واحد القضاء القضاء طبعا حسب نوع المحكمة لو محكمة جزئية بيبقى قادة واحد محكمة جنيات ثلاثة مستشارين محكمة النقض خمسة مستشارين وما الى ذلك طيب ومين كمان بيدخل في تشكيل المحكمة الكاتب كاتب الجلس من اهم العناصر التي يجب ان تدخل في تشكيل المحكمة مين تاني بيدخل في تشكيل المحكمة النيابة العامة لا يجوز لا يجوز ان تعقد جلسة محاكمة جنائية بدون تمثيل لنيابة العامة تبطل الجلسة على طول ويبطل الحكم اذا تم استكمال المحاكمات لما اجا اقولك في الامتحاء فصح وغلط يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحكمة الجنية ده كلام منطقي في تابع الاجابة صح سبعة يمثل النيابة العامة او يمثل النيابة امام محكمة النقد اي عضو مهما كانت درجاتي احنا عارفين ان محكمة النقد ديت هي اعلى محكمة في درجات التقاضي اعلى محكمة والحكم بتاعها بيبقى حكم نافس كأنه قانون بالزبط فبالتالي لا يجوز لاي عضو ان يمثل النيابة امامه لدرجة ان اصلا فيه نيابة اسمها نيابة النقد بيبقى لهم درجات معينة فبالتالي اللي ما اجا اقولك كده في السؤال صح وغلط اي عضو مهما كانت درجات من النيابة العامة يمثل النيابة يمثل النيابة امام محكمة النقد كلام غلط عشان كده الاجابة خطأ الاجابة خطأ السؤال التالي كاتب الجلسة مع رئيس المحكمة على محضر الجلسة لسه حالا يا أولاد قال لكم إيه إن كاتب الجلسة يدخل في تشكيل المحكمة زي رئيس المحكمة وزي النيابة فبالتالي هنا كاتب الجلسة هو اللي بيكتب وبيدون كل ما يدور داخل الجلسة فعشان يكون مسؤول عن ما هو مكتوب فلازم يوقع مع رئيس الجلسة عشان كده الإجابة صح نمر التسعة لا يعتبر وزير العدل عضوا في النيابة العامة نحن عارفين وزير العدل هو يرؤس وزارة العدل تب هل وزير العدل دوت يدبع أو عضو في النيابة العامة طبعا لا لأن إشراف وزير العدل على أعضاء النيابة العامة هو إشراف إداري لشان كده الإجابة صح وزير العدل لا يعتبر عضوا في النيابة العامة سؤال رقم عشرة يشرف النائب العام على عضو النيابة كسلطة اتهام لازم نفع النيابة لها سلطتين سلطة تحقيق وسلطة اتهام عضو النيابة أثناء عمله كسلطة تحقيق ليس لأحد إشراف عليه دي نقطة عضو النيابة هو سلطة تحقيق ليس لأحد إشراف عليه أما بقى هو سلطة اتهام يعني خلاص بعد ما خلص تحقيق ويوجه الاتهام هنا لأ النائب العام ليه إشراف عليه لشان كده الإجابة صح إذن لما أجل لك في الامتحان يشرف النائب العام على عضو النيابة كسلطة اتهام الإجابة صح ليس كسلطة تحقيق لشان نركض شوية بعد كده عندنا سؤال يرقص او يرقص قلم كتاب المحكمة الابتدائية كاتب اول احنا عندنا المحكمة الابتدائية قلم الكتاب رئيسه بنقول عليه كاتب اول عشان كده الاجابة صح الاجابة ايه صح سؤال التالي يجوز التنازل دخلنا بقى في الحتة الحالة يجوز التنازل عن الشكوى بعد تقدمها قبضة صدور حكم نائم لسه اهل من شوية ان هناك بعض الجرائم لا يجوز تحركها من قبل النيابة العامة الا اذا ان المجن عليه قدم شكوى زي جرائم السبب والقصف السارقة بين الاصول والفرع او الازواج والزوجات وما الى ذلك هذه الجرائم لا يجوز تحركها الا اذا تم تقديم شكوى طب نفترض ان المجن عليه قدم شكوى هل يجوز له التنازل عنها القانون طالما ادني الحق ان اقدم شكوى برضو بيدين الحق ان اتنازل لا لكن بشروط انه ما يكونش صدر حكم نائم طيب ما صدرش حكم نائم يبا ينفع اه ينفع عشان كده الاجابة صح لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين الاجابة صح سؤال التالي تشكل محكمة النقد من سلاسة مستشارين نسترجع كده مع بعض التشكيل بتاع المحاكم احنا عندنا المحاكم لها اختصاصات اختصاص محلي واختصاص نوع بالاضافة للتشكيل اختصاص المحلي يعني تختص بانه منطقة حسب الجرائم الواقعة فيها اختصاص نوع حسب نوع الجريمة جناية او جنحة او مخالفة طب ايه التشكيل احنا قلنا المحكمة الجزئية بتشكل من قادي واحد محكمة الجنح المستقنفة سلاسة قضاء محكمة الجنايات سلاسة مستشارين طب محكمة النقد خمسة مستشارين ايه بقى بالمنطق الاجابة دي خطأ لان محكمة النقد كام خمسة مستشارين سؤال التالي في صح وغلط لابد من تقديم طلب لتحريك دعوة السب والقصف ركز احنا قلنا عندنا تلات حاجات يا شكوى يا طلب يا اذن الشكوى ليه جرائم معينة الطلب ليه جرائم معينة الاذن ليه جرائم معينة هل السب والقصف من ضمن الجرائم اللي محتاجة تقديم طلب ولا شكوى لو رجعنا مع بعض هنلاقي من الجرائم المطلوب فيها تقديم شك يبقى اذن العبارة دي خطأ يبقى اذن لو العبارة جت لنا في الامتحاء وقال لنا كده لابد من تقديم شكوى لابد من تقديم شكوى لتحريك الدعوة الجنائية في جرائم السب والقصف صح لو قال لي طلب يبقى غلط عشان كده العبارة عندي انا اللي موجود على الشاشة دلوقتي خطأ سؤال التالي لابد من الحصول على اذن في دعاوة السرقة بين الاصول والفروع بيلعبنا بقى شوية هنا اذن ما احنا قلنا شكوى طلب اذن طيب الجريمة دي لقى السرقة بين الاصول والفروع شكوى ولا طلب ولا اذن يعني ممكن اصلا السؤال اذا ده يجيلك اختار يقولك يا ده السرقة بين الاصول والفروع لابد من تقديم ويفتح قوس شكوى طلب اذن لو هنختار هنختار شكوى طيب هو هنا في الصحي وغلط جايب لي اذن يبقى العبارة غلط يبقى انا هنا السؤال كأنه باتنين يعني لو جالي صحي وغلط هعرف اقول له لا غلط ولو جالي اختار اقول له لا شكوى ولو جالي اكمل هقول له برضو شكوى يبقى هنا المعلومة بتيجي لحضرتك وتعرف تحلها باي طريق عشان كده فاول ما انا بدأت اتكلم قلت ان الاسئلة الموضوعية فهمة وليست حفظة السؤال هيتغير والمعلومة واحدة السؤال هيجي لك صح وغلط هيجي لك اكمل هيجي لك توصيل هيجي لك اختار نفس المعلومة واحدة لو عرفتها تعرف تحل نوعية السؤال مهما كان وبذلك تضمن الدرجة بتاعتك السؤال التالي يطلق مسمى امين سر على كل كاتب محكمة الاجابة صح طيب لتحريك الدعوة الجنائية في جرائم الضرائب لابد من تقديم طلب احنا نفتكر مع بعض قلنا ايه شكوى طلب از طيب جرائم اللي هي متعلقة بالطلب من ضمنها ايه جرائم الاقتصادية جرائم الغلط في حق دولة اجنبية جرائم الغلط في حق رئيس دولة اجنبية جرائم التقريب الجمروكي وما الى ذلك اذا هنا جرائم الضرائب لابد من تقديم طلب هنلاحظ ان الطلب كله مرتبط بجهات رسمية الشكوى مرتبط بأشخاص عشان نعرف نفرق بقى عشان نعرف نحفظ الشكوى مرتبطة بأشخاص اصول وفروع زوج وزوجة سب وقصف موظف اعتدى عليه لا بد من تقديم شكوى لكن الطلب كله مرتبط بجهات رسمية زي طلب من وزير العدل طلب من وزير الاقتصاد طلب من رئيس مصلحة الضرائب طلب من رئيس مصلحة الجمارك كلها جهات رسمية نحفظها كده هتسهل عليك الدنيا جدا يبقى لو جه في الانتحال وقال لتحريك الدعوة الجنائية في جرائم الضرائب لابد من تقديم طلب هقوله صح خلاص حفظنا دي جهة رسمية مصلحة الضرائب جهة رسمية طيب التحقيق الابتدائي يكون علني ولا يسا سري نركز مع بعض عشان ما نتلغبطش فيه فرق ما بين جلسات المحاكمة وما بين التحقيق الابتدائي جلسات المحاكمة لازم تكون علنية من ضمن مبادئ القضاء المصري علنية الجلسات المبادئ لابد واذا كانت الجلسة سرية بدون داعي وبدون سبب بتبقى بطلة الجلسات لازم تكون علنية لكن هو هنا بيسألني في ايه في التحقيق الابتدائي لا التحقيق الابتدائي ليه صفتين او ليه شرطين السرية والتدوين يبقى اذا التحقيق لابد ان يكون سري عشان كده الاجابة يا ولاد صح خطأ هو بيقولك علينا ولاسا سري يبقى خطأ لانه لازم يكون سري بعد كده يجوز للدعاء المباشر بعد صدور قرار بقى لا وجه الاقامة الدعوة دخلنا في حتة حج بعض القرارات التي تصدرها النيابة قد يكون لا وجه الاقامة الدعوة وقد يكون حفظ الاوراق وقد يكون الاحالة للمحاكمة وهكذا طيب الفرق ما بين كل هذه الاول قرارات وفيه قرارتين اسمه الامر الجنائي الفرق ما بين كل هذه القرارات هنوصل الله وإحنا بنحل الاسئلة المقالية طيب في الحتة المتعلقة لو لا وجه الاقامة الدعوة لوجه لإقامة الدعوة ده يعتبر قرار قضائي ولوح الجاية ولوح الجاية يعني له قوة فبالتالي الشخص المتضرر إذا صدر هذا القرار لا يجوز لي أنه يلف من باب كلفي ويروح للمحكمة مباشرة ويرفع الدعوة خلاص النيابة أصدرت قرارها بقال لوجه لإقامة الدعوة أو قادة تحقيق أصدر قراره بقال لوجه لإقامة الدعوة بناءً عليه هذا الأمر لها حجية قضائية فلا يجوز للمدعي أن يروح لأي شخص آخر أو أي جهة أخرى أو للمحكمة لتحريك الدعوة الجنائية عشان كده لما أجأ أقول لك يجوز لإدعاء المباشر بعد صدر قرار بقال لوجه لإقامة الدعوة وقول لك خلط خلاص ده خطأ يجوز لمأمور الضبط القبض والتفتيش في حالة التلمس احنا لازم نفرق ما بين جهات التحقيق ومأمور الضبط مأمور الضبط اللي احنا بنسميهم رجال التنفيذ أو رجال الشرط لا يجوز لهم القبض والتفتيش إلا في حالة التلبس أو بإذن من النيابة العامة يبقى عندي هنا حالتين لازم من النيابة العامة تدي له إذن تقول له تفضل معك إذن أقبض على فلان أو فتش فلان لأنه غير المأذون له من نفسه القانون اللي يعطيه الحق إلا في حالة التلبس خلاص حالة التلبس يعني لهو وقت مشهادة وقوع الجريمة فده أقوى أقوى حالة لأنه لو استنى لو استنى على ما يجيب إذن من النيابة يكون أصار الجريمة أو الأدلة اللي ممكن تثبت التهم على المتهم تكون ضاعت فإن القانون سمح كاستثناء لمأمور الضبط القضائي إنه يفتش المتهم ده في حالة إيه؟ التلبس عنشان كده الإجابة إيه؟ صح يجوز لمأمور الضبط القبض والتفتيش في حالة التلبس صح غير كده غلط التعرض المادي لا يجوز للمواطن العادي التعرض المادي ده برضو من ضمن إجراءات التحقيق طيب أولا شخص لقينا واحد حرام في الشارع لو هنقول يا بوليس وطلق أبو دعليها يكون هرب فهنا القانون أجهز للمواطنين العادين هما يتعرضوله يتعرضوله يعني يعني يمسكوه ويودوه القاس يودوه للشرطة يودوه للجهة المختص لو سبوه هيهرب بفعلاتي أو بجريماتي فهنا القانون سمح لي للمواطن أنه يتعرض له مادة مش نقول بقى قبض القبض دوت إما مأمور الدبط القضاء بعد الإذن طبعا أو لسلطات التحقيق لا ما نفعش أن نعمل تفتيش لكن ده اسمه تعرض مادي تعرض مادي يعني يمنعه من الفرار يمسكوه اللي جات من الشرطة يجي وكذا عشان كده الإجابة خطأ التعرض المادي لا يجوز المواطن اللي عادوا له خطأ لا ده يجوز خدوا بالكو دايما فصح وغلط إن في لا أو ما فيش لا لا بتغير الإجابة تماما أنا هنا في السؤال اللي قدامي ده بتقولك أنه لا يجوز للمواطن اللي عادوا التعرض للمادي يقولوا لا غلط يجوز فبالتالي لو شلنا لا تبقى الإجابة صح لو شلنا لا تبقى الإجابة صح وإنت حضرتك بتصحل صح وغلط ما تتصرعش اقرأ العبارة مرة واثنين قدامك وقت الامتحان عندك ساعتين والمدة تكفي الامتحان المحطوط وزيادة وإنك تلاجع براحتك كمان اقرأ صح وغلط أكتر من مرة أكمل اقرأها كويس جدا لإن ممكن كلمة تبقى موجودة في أكمل تغير الإجابة اختار اقرأها كويس جدا لإن ممكن كلمة تتحط في النص تغير الاختيار وهكذا نشوف بعد كده السؤال التالي يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المسكن دون إذن أو ند لسه قالي من شوي مأمور الضبط القضائي اللي هو الشرط أو السلطة التنفيذية هل من حقه إن هو يخش أي مسكن ويفتش من غير ما يكون معاه إذن من النيابة العامة ده كلام غير منطقي أنت لو جاء لك مأمور الضبط القضائي لغاية الباب عندك وعايز يخش يفتش بدون رضاك ما ينفعش وإذا دخل ومعه إذن النيابة فتفتيشه باطل وكل ما هو مترتب على الباطل فهو باطل عشان كده الإجابة خطأ لا يجوز لازم يكون معاه إذن بذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق إحنا عندنا في الجنايات بيتم ندب قاضي للتحقيق في بعض الجرائم الجنايات فعشان كده العبارة دي صح سؤال التالي يجوز للدعاء المباشر إذا كانت الجريمة جنح إحنا عندنا الجرائم زي ما كدنا في سنة تانية أولاد الجنايات جنح مخالفات الجنايات زي القتل العمدي وزي الرشوة وزي الاختلاص الجنحة زي السرقة وزي النصب وزي السب والقصف المخالفات زي مخالفات المرور مخالفات البناء القانون هنا ادى أو سمح للمضرور أو للمجن عليه إنه يدعي مباشرة يعني ما ينتظرش أن النيابة العم هي لتحركة دعوة الجنائية أو إذا النيابة العم رافضت تحريك دعوة الجنائية أنه يدعي مباشرة إلى المحكمة المختصة ويطالب بحقيه إذا كانت الجريمة جنحة إذن إذا جيد السؤال في الامتحان وقال لك يا جوز للدعاء المباشر إذا كانت الجريمة جنحة يبقى الإجابة صح يبقى الإجابة صح لكن لو قلنا جناية نقول له غلط لأن الجناية من اختصاص النيابة العام هي بس اللي بتحرك الدعوة الجناية في الجنايات والجنح برضو لكن أنا بقى كمجنع عليه لعزة أحرك دعوة جنائية مباشرة لازم تكون الجريمة جنحة زي السرقة والضرب والسبة والقصف والنصب دي اسم جنح كلها عندنا حاجة تانية تمشي تعريف وتمشي صح وغلط وتمشي أكمل فإحنا لو فاهمين هنجاوبها بسرعة الخبرة هي مشاهدة وإثبات حالة الأماكن والأشياء والأثار في محل ارتكاب الجريمة يا سلام كلام ده غير منطقي خالص هي الخبرة إن أنا أروح وشاهد وإثبات حالة الأماكن لا إحنا عارفين إن الخبرة هي علم في مجال فني علم الكمبيوتر في الأراضي الزراعية في الماكينات في الأقمشة وما يعني واحد متخصص في حاجة معينة هي دي الخبرة لكن لما أقولك الخبرة هي مشاهدة وإثبات حالة الأماكن والأشياء كلام غير منطقي لشان كده الإجابة خطأ طيب مشاهدة وإثبات حالة الأماكن والأشياء والأثار ده اسمه إيه؟ الانتقال والمعينة اسمه الانتقال والمعينة أدينا عارفنا الإجابة الصعبة عندي بعد كده بيقول يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر جرائم النشر ليه بتبقى في الصحف والتلفزيون ومجلات في القانون الجديد لا يجوز الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم ذلك من باب التوسعة في الحريات والحقوق بالنسبة للصحفيين أو الإعلامين في أداء أعمال فبالتالي لا يجوز الحبس الاحتياطي أبدا عشان كده العبارة دي غلط العبارة دي غلط لا يجوز لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر دخلنا برضو في الاستجواب اللي بنسميه إجراءات التحقيق بيقول الاستجواب من إجراءات التحقيق منطق الاستجواب اللي هو اللي بيعمله عضو النيابة أو الشخص المنتدب لإجراء الاستجواب مع المتهم أو مع الشهود وما إلى ذلك لما جا أقولك الاستجواب من إجراءات التحقيق العبارة دي صح العبارة دي صح أنا عندي في حاجة اسمها إجراءات الاستدلال أو الاستدلال وحاجة اسمها إجراءات التحقيق الاستدلال دوت اللي هو بيتم قبل إجراءات التحقيق ودوت اللي بيعملوا مأمور الضبط القضائي الهدف من الاستدلال إيه؟ جمع المعلومات التي تساعد المحقق في أداء عمل للوصول للحقيقة بيعملها عادة رجال الشرطة يروحوا يجيبوا ناس يروحوا مثلا يضطروا على الحاجة معينة يجيبوا معلومات معينة بيوصلوها للمحقق عشان يوصلوا للحقيقة أو للمتهم الأصل أنخش على نوع تاني من الأسئلة هو أكمل ما يلي إحنا كده خلصنا الصحي وقلطه يا رب يكون شمل جزئية كبيرة من المنهج طبعا صعب صعب في ساعة نحن نشمل المنهج كله لكن يا رب اللي إحنا نقدر نجيبه يكون مفيد لكم في الامتحان إن شاء الله أكمل برضو من الأسئلة الحلوة اللي لو ركزنا نعرف نحلها بسهولة إن شاء الله واحد يتولد عن الجريمة حق إيه وحق إيه الجريمة لما بترتكب بتولد عليها حقين حق عام وحق خاص الحق العام اللي هو بناءً عليه النيابة العامة بتحرك الدعجن إيه الحق الخاص اللي هو بناءً عليه إن المجن عليه بيطالب بتعويد النيابة العامة ما بتطلبش للمجن عليه تعويد لا التعويد ده حق خاص من حقك عايز تطلب مش تطلب انت حر لكن حق المجتمع ده للنيابة العامة اللي هو الحق العام اذا الجريمة يتولد عليها كم نوع من الحقوق اثنين عام وخاص اثنين تختص ايه بتحريك الدعوة الجنائية او المقاعد نقولنا كده من اول خصائص النيابة العامة بتحريك الدعوة الجنائية يبقى تختص النيابة العامة بتحريك الدعوة الجنائية لو نلاحظ ان الاجابة بتطلع لك بعد السؤال على طول ثلاثة من مميزات النيابة العامة خلاص غلصنا الخصائص نخش على المميزات هما ثلاث مميزات وحدة النيابة التبعية التدريجية استقلال النيابة وحدة النيابة معناها ان اعضاء النيابة كلهم شخص واحد يعني نفترض ان في عضو نيابة بيجري تحقيق في دعوة معينة او بيحضر امام المحكمة في جريمة معينة حصل عنده ظرف ما خلاه خلاص مش يقدر يكمل سافر توفى مرض اتجاوز خلال اجازة هل الدنيا هتقف لا بيجي عضو نيابة اخر يكمل الشغل بتاعه عشان كده بتسميه وحدة النيابة التبعية التدريجية ان كل عضو نيابة يتبع رئيسه في العامة التبعية التدريجية استقلال النيابة ان النيابة لها خصائص معينة انها بيتخالها مستقلة عن القضاء وعن السلطة التنفيذية يعني النيابة مستقلة عن القضاء وعن السلطة التنفيذية اربعة قد يتوقف تحريك الدعوة الجنائية على تقديم دول انهم كتير او احنا بنكلم في صحي وغلط ان الدعوة الجنائية ان النيابة العامة قد تغلي يدها عن تحريكها في ثلاث حالات ايهما الثلاث حالات شكوى طلب اذن شكوى طلب اذن شكوى زي جرائم السب والقصف طلب زي جرائم التهارب الجمركي اذن زي الجرائم التي تقع من اعضاء النيابة او من القضاء او من اعضاء البرلمان دولة لازم نجيب اذن من الجهة التي يتبعوهم لتحريك الدعوة الجنائية يعني لو في عضو برلمان ارتكب جريمة لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية ضده الا اذا حصلت النياب على اذن بتحريك الدعوة الجانية ضده عشان الحصانة نخش على نمرت خمسة لابد من تقديم ايه في جريمة ساب موظف عام هنبدأ بقى نخصص بقى شوية هندي امثلة جريمة ساب موظف عام لسه قليمة شوية لابد من تقديم شكل نمرت ستة طيب لابد من تقديم ايه من وزير المالية في جرائم التهارب الضريبي وزير المالية ده جهة رسمية وان الجهات الرسمية بتقدم طلب بتقدم طلب عشان كده الاجابة طلب سبعة من اسباب انقضاء الدعوة الجنائية نقطة المتهم احنا انا قلاصي الدعوة الجنائية اللي بتحركها النيابة العامة طيب ايه اللي ممكن من اسباب اسباب انقضاء الدعوة الجنائية كتير بس في سبب منه نقطة المتهم وفاة المتهم تمانية من اسباب انقضاء الدعوة الجنائية نقطة عن الشكوى او الطلب بقى مشان نقول بقى وفاة الشكوى او الطلب ده كان نقول ايه التنازل عن الشكوى أو الطلب التنازل عن الشكوى أو الطلب إذا حصل تصالح ما بين الأطراف سؤال التالي عناصر الدعوة المدنية التابعة يعني إيه دعوة مدنية تابعة؟ يعني المحكمة وهي بتفصل في الدعوة الجنئية راح المدعب الحق المدني طالب بتعويض أمام المحكمة الجنئية نفسها إذن هنا تشكلت أو وجدت نوع جديد من الدعوة اسمه دعوة مدنية التابعة تابعة لإيه للدعوة الجنائية اللي شغالة يبقى أن القادي الجنائية يفصل في الدعوة مع بعض الدعوة الجنائية يبقى يابسجن يابإعدام يابحبس يابغرامة والدعوة المدنية اللي هي بتصدر بالتعويض للمدعب الحق المدني تابعي عناصرة هم تلات عناصر نحفظهم الدرر والخصوم والتعويض يعني لازم يكون فيه درر الخصوم اللي هو المدعب الحق المدني أو المجني عليه شخصيا والمسؤول عن الحق المدني أو المتهم نبقى عارفين كده المسؤول عن الحق المدني ممكن يكون هو المتهم او ممكن يكون ابوه يعني مثلا لو في عائل صغير ارتكب جريمة تسبب عنها ضرر هنا مش العائلة يطفى التعويض يطفى التعويض هنا والده يبقى المدعب عن الحق المدني هنا غير المتهم يبقى والده المسؤول عن الحق المدني اللي هو يبقى قلنا والده هنا اما المدعب الحق المدني اللي هو اما المجني عليه نفسه اما برضه وليه او المسؤول عنه والتعويض ده بتطلب والقاضي بيقدروا بضرطه كل تعويض حسب الحالة بتاعته عشرة يجوز للمدعي المدني الله سعرفنا بقى مدعي مدني اللي بيطالب بالتعويض يجوز للمدعي المدني المطالبة بنقاط امام المحكمة الجنائية وكذلك امام المحكمة المدنية نلسه ايه لا في الشرح المطالبة بالتعويض المطالبة بالتعويض نمرت 11 الاحكام المدنية لا تحوز اي نقاط امام القضاء الجنائية هنا أنا عندي افتراض إن الجريمة شغالة أمام المحكمة الجنائية والمدعب الحق المدني راح يطلب تعويض من المحكمة المدنية يبقى هنا عندي دعوتين في مكانين مختلفين الجريمة الجنائية أمام قضاء الجنائية وده اختصاصه الدعوة المدنية أمام القضاء المدني وده اختصاصه طيب هنا القاضي المدني أصدر حكم بالتعويض لصالح المجن عليه أو المدعب الحق المدني هل هذا الحكم ملزم للقاضي الجنائي أبدا؟ لأن الحكم الجنائي أقوى من الحكم المدني فلما جاء أقولك كده الأحكام المدنية لا تحوز أي حجية أمام القضاء الجنائي يعني ملاش أي حجية يعني القاضي الجنائي غير ملزم أبدا أبدا بالحكم المدني والعكس صحيح والعكس صحيح 12 من أسباب انقضاء الدعوة المدنية التابعة هنا باب نتكلم عن الدعوة المدنية التابعة اللي هو بيرفعها المدعي بالحق المدني أمام القضاء الجنائي عشان نفس القاضي يفصل في الدعواتين مع بعض وفاة المسؤول عن الحق المدني من المسؤول عن الحق المدني الشخص اللي هو هيدفع تعويد الشخص اللي هو هيدفع ايه تعويد تلاتاشر تقادم الحق المدني الحق المدني اللي هو الحق الذي يثبت بناء على الجريمة زي ما قلنا اللي هو التعويد ما الجريمة قلنا بينتج عنها من الحقوق حق عام وحق خاص حق العام بتاع الدولة حق الخاص بتاع المجنع عليه اللي هو التعويد بسبب الضرر طيب هذا الحق لازم اطالبه في وقت معين الدنيا مستايبة ما جيش بعد عشرين سنة اروح اطلب من شخص تعويض عشان جريمة ارتكبة من عشرين سنة القانون دايما دايما بيخلي مدد لاستقرار الامور وحفظ الحقوق عشان كل واحد يبقى عارف اللي ليه واللي علي طيب لما اجا اقولك كده في الامتحاد تقادم الحق المدني وهو مرور نقط من تاريخ علم المضرور بالضرر مرور ثلاث سنوات اذا هنا يتقادم الحق المدني بمرور ثلاث سنوات من علم المضرور مش من وقوع الجريمة من علم المضرور عشان ده يعتبر خلاص تنازل انت بقى لك ثلاث سنين وعارف ان انت ضررت وما طالبتش يبقى ده يعتبر تنازل ضمن عن حقك فلا يجوز لك ان تطلب تعويض طيب اربع تاشر حاجة برضو في اجراءات التحقيق نقط هو جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبة هنا بقى لما بنروح النيابة تطلب من السلطة التنفيذية او الشرط اجمع لي معلومات عن الشخص دوت ده بنسميه الاستدلال والاستدلال بيبقى سابق عن اجراءات التحقيق والاستدلال ليس اجراءات التحقيق الاستدلال بتقوم بمأمور الضبط القضاء اجراءات التحقيق بتقوم ب النيابة العامة او قادة التحقيق خمستاشر نقط هو تكليف المندوب بعمل من الاعمال التي تدخل في سلطة من ندبه الاجابة في السؤال عندنا كلمة مندوب وسلطة من ندبه يبقى الندب يعني ممكن عضو النيابة يندب زي ما شفنا كده يقول يدي اذن للزابط اللي وصلت التنفيذية اللي هو مأمور الضبط القضاء كل ده بمعنى واحد روح فتش فلان روح اقبض على فلان روح فتش المسكن الفلان هنا ده بيعتبر الاذن ده ندب للزابط بعمل من اعمال التحقيق ده بنسميه الندب ستاشر خصاص التحقيق اللي ابتدائي قلناها وانحنا بنتكلم في صح وغلط التحقيق اللي ابتدائي ليه خاصياتين ايهما الخاصياتين التدوين والسرية التدوين يعني الكتاب كل اجراءات التحقيق لازم تكون مكتوبة كلها للإثبات والسرية يعني بتكون سرية فقط ما بين المجني عليه وبين المتهم وبين المسؤول الحق المدني وهكذا تبا سرية لا يجوز اعلانها لا يجوز اعلانها سبعتاشر يكون الاستجواب باطلا اذا استخدمه الاستجواب ده من اجراءات التحقيق ويجب ان يكون به عضو النيابة او اذا كان القاضي التحقيق هذا الاستجواب يجب ان يكون به المتهم وبارادة كاملة ارادة كاملة يعني بدون اي ضغط او تعذيب وما الى ذلك اذا يبتل الاستجواب استخدام التعذيب تمنتاشر هو انتقال الدعوة من مرحلة التحقيق الى مرحلة المحكمة مرحلة التحقيق دي اللي بتعملها النيابة العامة او قاضي التحقيق طيب لما نقرر خلاص ان التهمة سبتة والمتهم ان ودي المحكمة ده بنسميه ايه بنسميه الاحالة خلاص جهة التحقيق المختصة وجهة التهمة للمتهم والتهمة سبتة عليه والاجراءات والادلة سبتة عليه مش هتسيبه مش هتعمل حفظ تحقيق مش هتعمل لا وجه اقامة الدعوة لا بتحيله للمحاكمة بتحيله للمحاكمة عشان تسمعها إحالة أمر إحالة 19 أعضاء النيابة تابعون لوزير العدل التبعية إيه إحنا عندنا تبعية إشرافية وتبعية قضائية أو تبعية إدارية وتبعية قضائية إشرافية هي الإدارية فلاص؟ هنقول تبعية إدارية 20 يجوز لمحكمة إيه النظر في موضوع الدعوة بناء على الطعن للمرة التانية هنا القانون إحنا عندنا المحاكمة تقسمة زي ما قلنا محكمة جزئية محكمة جناح مستقناف محكمة جنايات محكمة النقد محكمة النقد دي محكمة قانون ولا يجوز لها أن هي تفصل في الدعوة من تلقاء نفسها إلا إذا كانت طعنة للمرة التانية يعني إيه للمرة التانية تم الطعنة أمام محكمة النقد محكمة النقد إما تقول الحكم صح إما تقول الحكم غلط وتعيده للمحكمة لعادة الفصل فيه طبق أعادة الحكم للمحكمة يعني قبل الطاعة. المحكمة اصدرت نفس الحكم. فالشخص المتضرر رفع على الطعن للنقض للمرة التانية وده حق القانون. هنا بقى محكمة النقض القانون اجاز ليها انه تبصل بقى في الدعوة من انتلقاء نفسها لطول. عشان كده بنقول يجوز لمحكمة النقض النظر في موضوع الدعوة بناء على الطعن للمرة التانية ودي ممكن تيجي في صورة صحي وغلط. غيرينا بتيجي اكبر. تيجي صورة صحي وغلط. واحد وعشرين الامر بحفظ الاوراق يعتبر امر نقاط. احنا قلنا ان النيابة العامة بتوزل عدة اوامر. امر بالحفظ امر بقى لا وجه او امر جنائي او الاحالة. طيب في فروق ما بين الامر بالحفظ والامر بقى لا وجه. انا من شوية قلتلك ان الامر بقى لا وجه ده امر قضائي وليه حجية. طيب الامر بالحفظ هو امر ايه بقى? اداري. امر اداري. يعني ليس له اي حجية. ولا يمنع الامر الاداري. عليش شركزوا في دي. لا يمنع من الادعاء المباشر. يعني لو النيابة العامة اصدرت امر بحفظ تحقيق معين. يجوز يجوز. للمتضرر ان يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة لتحريك الدعوة امامها. ده بنسمي الادعاء المباشر. لكن لكن. الامر بقى لا وجه يمنع من الادعاء المباشر. عشان امر قضائي وليه حجية. يعني دي قوة. 22 اوه جاية ورا بعض. الامر بقى لا وجه يعتبر امر ايه بقى? عكسه بقى على طول. امر قضائي. يعني دي حجية. نكمل ولا يجوز الادعاء المباشر. خلاص اربطوها كده هي باك تجي على بعضها. باك تجي على بعضها. والله لو في ابنها اي سؤالة يا جنة. 23. الطعن بايه يوقف تنفيز الحكم? انا عندي طرق الطعن كتير. طعن بالمعارضة. طعن بالاستقناف. طعن بالتماس عادة النظر. والطعن بالنقد. اني واحد من الاربعة دولات بيوقف تنفيز الحكم على طول الاستقناف. طعن بالاستقناف يوقف تنفيز الحكم. الطعن بالمعارضة يسقط الحكم على طول. لان بيتم اجراءات محاكمة من قلو جديد. واسقاط الحكم يجرواك في التنفيز طبعا. خالص خالص. الطعن بالاستقناف يوقف تنفيز الحكم. طيب. نكمل في نفس الحتة وفيها تركة بقى. الطعن بايه لا يوقف تنفيز الحكم الا ازا كان بالاعدام. احنا قلنا خلاص. الطعن بالنقد لا يوقف تنفيز الحكم يبقى انت مغمد عينك بالنقد إلا في حال واحد كان الحكم بالإعدام هنا با confusing نفذ ونقبل الطعن يبقى عملنا إيه افرض الرجل تلعب أصيب بعد ما حاكمنا بعد ما نفذنا الحكم بالإعدام إذن القعدة أن الطعن بالنقد لا يقف تنفيذ الحكم إذا كان حكم بقى السجن سرق حكم بالحبس حكم بغرامة لأه الأحكام لا يقف عن الإعدام خالص طب حكم بالإعدام لا يقف في تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل في الحكم قيد الإعدام نفذ الحكم لغا الاعدام خلاص الرجل الاسهم عدم نهوش الاسئلة المقالية لها بقى السين وجيم وانا برضو جايب اسئلة تتحفظ وتتفهم واجابات مختصرة وان شاء الله تكون مفيدة ليكم بازن الله سؤال اولاني عندي في الاسئلة المقالية اللي انتو بتحبوها اذكر اختصاصات النيابة العامة وطالب خمسة فقط جبنا بقى المنجم من اول تاني اذكر اختصاصات النيابة العامة واحد اول اختصاص اللي احنا كلنا عارفينه ان النيابة العامة بتحرك الدعوة الجنائية دي رقم واحد نمرت اتنين المساهمة في تشكيل المحكمة ويترتب على عدم حضورها بطلان الحكم دي برقم واحد ان النيابة العامة بتحرك الدعوة الجنائية نمرت اتنين بتدخلها في تشكيل المحكمة لسه اللي منشوف صحي وغلط انه لا يجوز انعقاد الدعوة او جلسة المحكمة الا في حضور النيابة العامة تلاتة تقتصب تنفيذ الاحكام الواجبة حكم واجب النفاذ مسؤولية بنيابة العامة مسؤولة عامة ولا ان تستعيد بالقوة العسكرية في ذلك. اربعة تختص بالاشراف على السجون والاماكن التي تنفس فيها الاحكام الجنائية. يعني النيابة العامة بتشكل لجان وتنزل تعمل حملات على السجون عشان تشوف اه المحكوم عليهم اه اه ادوا الاحكام بتاعتهم ملأة بيخضوا حقوق ملأة من حيث الرعاية الصحية والطبية وما الى ذلك. ده من احد اختصاصات النيابة العامة. خمسة تختص برعاية مصالح الجائبين وعاديين الاهلية. هو طلب مني خمسة فانا هكتب خمسة بس. السؤال اللي بعد كده ما هي مميزات النيابة العامة? ما طلبش خمسة. يبقى هي مش خمسة. نشوفهم. واحد وحدة النيابة العامة وشرحناها واحنا بنتكلم في اكمل. اتنين التبعية التدريجية في النيابة العامة وبرضو ديت شرحت. تلاتة استقلال النيابة العامة. يبقى عندي كم حاجة من مميزات النيابة العامة? تلاتة. اذكر حالات تقديم الشكوى لتحريك الدعوة الجنائية. خمسة فقط. هما كتير. هما اكتر من اتناشة تلاتاشر حاجة. هو عز خمسة فقط. وقلنا تقديم شكوى. جرائم معينة. جرائم معينة لا يجوز تحريك الدعوة اللي بعد تقديم شكوى من المجنة عليه. لو شخصية. لاسباب قد تكون شخصية او ما الى زي. واحد جلي الموظف عامة بسبب وظيفتي. يعني لو واحد راح تعدى لموظف عامة وشتمه. النيابة العامة ما تقدرش تحرك الدعوة الا لو الموظف ده نفسه هو اللي قدم شكو. اذا ده قيد يعتبر على النيابة في تحريك الدعوة الجنائية. اتنين. جرائم السرقة بين الاصول والفروع. يعني ولد سرقة ابوه. او اب سرقة ابن. او واحدة سرقة جزء. او واحد سرقة مراته. هنا دي حاجات عائلية. ما نتدخلش فيها الا اذا المجنة عليه قدم ايه? شكوى. تلاتة. جريمة امتناع المحكم عليه عن دفع نفقة او اجرة حضانة او رضاعة. واحد اه مرات واجد عليه حكم نفقة سواء اه حضانة او نفقة او رضاعة. هنا هي ما قدمتش شكوى للنيابة العامة فبالتالي انيابة العامة مش تتدخل. قدمت شكوى انيابة على طول تحرك الدعوة الجنائية ضده. اربعة جريمة السب العلني. السب اللي هو الشتن. اعافكم الله. خمسة جريمة القصف العلني. ايه الفرق بين السب والقصف بسرعة? السب اللي هو منول على الشتين. القصف اني اوجه لك تهمة. اقول لك حرام. مثلا. ولو ثبتت انت تتحبس. لو ما ثبتتش يبقى انت لا تحبس. ده اسمه القصف. اذا فيه فرق بين السب والقصف. دول خمس حالات من الحالات اللي لو طلبت منك تذكرهم لتحريك الدعوة الجنائية بعد تقديم ايه? شكوى. سؤال اللي بعد كده? اذكر حالات تقديم طلب لتحريك الدعوة الجنائية. ده القيدي التاني في تحريك الدعوة الجنائية فيما يتعلق بالنيابة العامة. انا بنقول تقديم ايه? طلب. واحد تقديم طلب من وزير العدل في حالة العيب في حق دولة اجنبية. اتنين تقديم طلب من وزير العدل في حالة العيب في حق رئيس او ملك دولة اجنبية. تلاتة تقديم طلب من وزير المالية في جرائم التغرب الضريبي. اربعة تقديم طلب من مدير عام الجمارك في جرائم التغرب الجمركي. خمسة ودي الحالة الاخيرة تقديم طلب من وزير الاقتصاد في جرائم التعامل بالنقد الاجنبي اللي هو العملة. لو هنلاحص حاجة عشان نفهم بس الفرق بين الشاك والطلب ان الطلب كلها جهات رسمية. وزير عدل وزير مالية مدير عام جمارك وزير الاقتصاد كلها جهات رسمية. فانت لو حطيت في دماجك وعرفت ان الطلب مرتبط بالجهات الرسمية هتقدر تحفظ وتفع قبل ما تحفظ. طيب. خمسة. ما هي سلطة محكمة الجنايات في تحريك الدعوة الجناية? احنا خلاص اتفقنا وفهمنا ان المسؤول عن تحريك الدعوة الجناية هو النيابة العامة. ولكن القانون اجاز لمحكمة الجنايات. محكمة الجنح. محكمة النقد في حريك الدعوة الجناية. في حالات معينة. في حالات معينة. طب اي بقى الحالات المرتبطة بمحكمة الجنايات. واحد. اذا رأت المحكمة. انا هقرب على كده هفهمك. اذا رأت المحكمة اثناء نظر الدعوة. ان هناك متهمين غير من اقيمت عليهم الدعوة. وكان يجب اقامة الدعوة عليهم. يعني المحكمة هي بتعمل التحيين النهائي. وكان متهم سين وصاد في الجريم. وهي بتعمل التحيين. لقيت ان عين وميم وشين كان المفروض ما كمان يكونوا في دم قائمة الاتهام. من حقها? من حقها تقيم الدعوة اه على هؤلاء الاشخاص بالرغم ان النيابة لم تتهم. دي واحدة. اتنين. اذا رأيت المحكمة اثناء نظر دعوة ان هناك وقائع اخرى. هنا ما بنكلمش على الاشخاص. نكلم على الوقائع. وقائع اخرى. غير مسندة للمتهم. فلا ان تقيم الدعوة بالنسبة لهذه الوقاعة. هو خلاص المتهمة النيابة متهمة شخص معين. مفيش غير. والمحكمة هي بتعمل التحيين النهائي. اكتشفت ان الشخص ده مرتكب جرائم اخرى غير التهمة المنسوبة اليه. اذا هنا المحكمة من حقها ان هي تحرك الدعوة الجنية بالنسبة لهذه الوقائع الجديدة. دي الحالة التانية. حالة التالتة. اذا تبين للمحكمة. اثناء نظر دعوة ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالدعوة. احيانا بدي بقى فيه جرائم مرتبطة. يعني جناية مرتبطة بجنح. زي القاتل والسرقة. زي السرقة بالاقراها. زي الرشوة والاختلاص وها كزا. دي بقى اسمها جرائم اه مرتبطة. يا جوز للمحكمة ان هي تحرك الدعوة اليوم. اربعة والحالة الرابعة والاخيرة. للمحكمة. اللي هي محكمة الجنايات. عشان بس احنا بنتكلم في ايه. للمحكمة. اثناء نظر الدعوة ان تقيم الدعوة الجنائية اذا وقعت منهم من الموجودين في الجلسة. افعالا من شأنها الاخلال بقوامر المحكمة والاحترام. الجلسات المحكمة لازم تتم في جو معين. وبنظام معين علشان اه المحكمة تقدر تقوم بعملها. طيب حصل اخلال بالجلسات. اه حصل دوشة. ما حدش بيسمع الكلام. حد على صوته. حد عمل فعلي يعد جريمة. فهذه الحالة هنا القاضي لزبط الجلسة. له ان يحرك الدعوة الجنائية على اي شخص داخل الجلسة اذا كان ذلك يعد جريمة. سؤال اللي بعد كده. ما هي سلطة محكمة النقد في اقامة الدعوة الجنائية? احنا قلنا خلاص اتفقنا ان القانون سمح لبعض الجهات غير النيابة العامة بتحريك الدعوة الجنائية. سؤال اللي فات كنا بنتكلم على محكمة الجنايات. دلوقتي باتكلم على محكمة النقد. اول حالة عندي في حالة نظر الموضوع بناء على طعن للمرة التانية. ودي قلنا احنا بنتكلم في اكمل. يعني بنطعن امام النقد للمرة التانية. حالة التانية ازا وقعت افعال من شأنها الاخلال باوامر المحكمة او الاحترام الواجهة. بيعني برضو حاجة وقعت جوه الجلسة. فطبعا للمحكمة المؤقرة تحريك الدعوة الجنائية ضد هؤلاء من اقوموا بهذه الافعال. سؤال السابع ما هي شروط للدعاء المباشر? قلت من شوية للدعاء المباشر هو ان الشخص ايروح لمحكمة الجنح مباشرة مباشرة الى المحكمة الجزئية ويرفع الدعوة بتاعته. ما ينتظرش النيابة العامة. هنا القانون خليليه شروط. مش مسابقة. لان دايما الاستثناء لا يقص عليه. الاستثناء لا يتم التوسع فيه. ده استثناء. الاصل ان اللي بيحرك الدعوة الجنائية هو النيابة. طب. هنسمح للشخص اللي هو المضرور انه يحرك الدعوة يجوز بنسميه للدعاء المباشر. الشروط. واحد ان الفعل الصادر من المتهم جريمة جنح. يعني يكون جنح مش جناية. اذا في الجناية لا يجوز للدعاء المباشر. ده من حق النيابة العامة فقط. اتنين. يكون بشكوى من المدعي المدني ازا كان هو المجن عليه. يعني المجن عليه بنفسه هو اللي يقدم الشكل. تلاتة. لا تقبل من المدعي المدني لو صدر حكم بات او تم انقضاء الدعوة ازا كان المتهم قد توفع. يعني صدر حكم بات. والحكم البات هو حكم لي قوة القانون بالزبط. خلاص طالما صدر حكم بات وتنتهي الدعوة تماما تماما. ولا يحق لأي جهة ولا اي شخص انه يحرك الدعوة. ازا الحكم البات بيمنع من من الادعاء المباشر. اربعة. عدم قيام المدعي المدني باقامة دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض. ده الشرط الرابع للادعاء المباشر. خمسة. قبول الدعوة المدنية التي وقع الاعتداء خلال نظرها. يعني ان المحكمة قابلت الدعوة المدنية اثناء اه او بسبب الجريمة اللي احنا انحرك للادعاء المباشر عنها. سؤال التالي او سؤال رقم تمانية ما هي اسباب انقضاء الدعوة الجنائية? الدعوة الجنائية لها اسباب كتير جدا. الدعوة قضاء الدعوة الجنائية. رقم واحد الوفاة. وفاة مين? المتهم. وفاة المتهم. الدعوة الجنائية اللي هي بتصدق بالسجن او الاعدام او الحبس. طيب المتهم نفسه مات. تنقضي الدعوة الجنائية مش نجيب حد ما كانه طبعا يعني. اتنين. مضي المدة. القانون خلى مدة معينة يجوز في ها تحريك الدعوة الجنائية. ازا المدة دي مضت ده معناه ان الدعوة لم تكتشف. الجريمة لم تكتشف. فبالتالي هنا القانون خلاص. قالك الدعوة تسقط لها جزء تحريك. ولكن هل القانون ساوى ما بين الجنات والجنح والمخالفات? لا طبعا الجنات اصعب والجنح اقل والمخالفات اقل واقل. طب اي المدة ديت? عشر سنوات من وقوع الجريمة في الجنايات. يعني لو جناية وقعت وما حدش يعرف عنها اي حاج خالص خالص وفات عشر سنوات يسقط الحق في تحريك الدعوة الجنائية. تنقضي الدعوة الجنائية. اتنين الجنح سلس سنوات. الجنح زي السارقة والنصب. تلاتة المخالفات سنوات. يبقى عندي عشرة تلاتة واحد. عشرة جنايات تلاتة جنح واحد مخالفات. ممكن تيجي اكمل على فكر. يعني ممكن تيجي في شكل اكمل. يبقى نحفظ كده. عشرة تلاتة واحد جنيات جنح مخالفات. تلاتة العفو الشامل عن الجريمة ويصدر من اشخاص معينة وجرائم معينة. في حاجة اسمها العفو الشامل ده بيصدر في المناسبات زي الاعياد وما الى ذلك. اربعة الصلح. زي التصالح مع الضرائب. يعني الدرائب لو كانت قدمت طلب. نفتكر بقى طلب وليس شكوى. ضد شخص معين لتحرك الدعوة الجنائية. واسناء نظر الدعوة تم التصالح وان الشخص ده خلاص دفع الرسوم اللي عليه والدرائب. عفوا الدرائب اللي عليه. وتصالح مع الدرائب. خلاص يجوز اه ان التصالح ده تترتب عليه انقضاء الدعوة الجنائية. خمسة التنازل عن الشكوى او الطلب من الشاكي. قلنا من شوية ان في بعض الجرائم اه بيتم تقديم شكوى فيها. زي السب والقصف والسرقب عن الاصولة للفروع. تب الشاكي لاسباب ما شايف انه من مصلحته ما يكملش. تنازل. خلاص تنقضي الدعوة الجنائية. انت حر. انت اضرب نفسك. ستة الحكم البات. حكم البات ده اقوى من الحكم النهاي. لان الحكم عندي درجات. حكم ابتدائي. حكم النهاي حكم بات. حكم بات ليس بعدها حكم. يترتب عليه انقضاء الدعوة الجنائية تماما. سؤال رقم تسعة ما هي شروط صح حتى الحكم البات لانقضاء الدعوة. اه السؤال ده. خلاص يعني مربوط بسؤال اللي فات. يعني السؤال اللي فات كان اخر حاجة قلناها الحكم البات. طب تعالي بقى. ايه يا شروط صحة الحكم البات عشان يبقى ليه حجية وينهي الدعوة الجنائية. اول شرطة عندي يكون بات غير قابل الطعن. لو الحكم لسه يجوز الطعن عليه مابقاش بات. يبقى اي حاجة تاني. اتنين. فاصل في موضوع الدعوة. ما انا عندي احكام زي ما اخدنا في انواع الاحكام السنة اللي فاتت. احكام مؤقتة واحكام فاصلة في الموضوع. لا الحكم البات لازم يكون فاصل في موضوع الدعوة. تلاتة يكون حكم قضائي اي صادر من القضاء. يبقى عندي تلاتة شروط للحكم البات. سن عشرة ما هي قيود رفع الدعوة المدنية امام محاكم الجنائية. احنا عندنا القضاء نوعين. قضاء الجنائية وقضاء مدني. قضاء الجنائية بيختص بالدعوة الجنائية. والقضاء المدني بيختصب الدعوة المدنية. وقلنا يا جوز ان في حاجة اسمها دعوة مدنية تابعة. يعني الشخص اللي هو المجن عليه او المدعى بالحق المدني. هيروح لمحكمة الجنائية يقول له لو سمحت انا عايز تعويض من الشخص اللي ارتكب الجريمة دي. في الحالة دي القاضي الجنائي هيفصل في الدعوة وتم مع بعض. طب اي قروض رفع الدعوة المدنية امام القضاء الجنائية. قيود يعني موانع. واحد الدعوة الجنائية تكون حركت امام القضاء الجنائية قبل المدني. ده او القيد. يعني لازم يكون الدعوة الجنائية حركة الاول. ما تكونش روح انت روح تطلبت التعويض من القضاء المدني. قضاء الجنائية هيرفض على طول. اتنين. واحد يتدعوة يجي. الدعوة الجنائية والمدنية. من حيث الموضوع والخصوم والسبب. الموضوع يعني انا طالب تعويض عشان جريمة اه سب وقصف. يكون فعلا الجريمة سب وقصف والتعويض عن السب وقصف. الخصوم يعني اللي بيطلب تعويض هو المجن عليه وبطلب تعويض من الجان. لو يحدد الخصوم. انت مر ما انفعش اطلب تعويض من ناحية تانية خالص. تلاتة السبب ان السبب ان انا برفع الدعوة عشان ايتضررت من السب والقصف. قيد الثالث عدم قيم المدعي المدني. ا fringe الو بيطلب تعويض. القسم. ادعى مدني يعني طالب تعويض. برفع دعوة امام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض. لان لو روح القضاء المدني بخلاص ما ده قادي الطبيعي بتاعك قادي المدني والقادي الطبيعي بتاع التعويض روحت له خلاص يبقى ما تطلبش تعويض من القادي الجنائي أربعة عدم من قداية الدعوة الجنائية ما دامت الدعوة الجنائية لسه منظورة أمام القضاء ولم يغلق باب المرافعة يحق للمدعب الحق المدني المطالبة بالتعويض أو اللي هي الدعوة المدنية التابعة أمام القادي الجنائي ما دامت الدعوة الجنائية لسه مستمر خمسة ألا تكون المحكمة الجنائية غير مختصة يعني عشان أطلب تعويض من القاضي الجنائية الذي يفصل في الدعوة الجنائية يكون مختص أصلا بالدعوة الجنائية عند السؤال اللي بعد كده ما هي أسباب انقضاء الدعوة المدنية التابعة احنا اتكلمنا من شوية في أسباب انقضاء الدعوة الجنائية طيب الدعوة المدنية التابعة اللي هي بتطلب تعويض أمام القاضي الجنائية إيه أسباب انقضاءها واحد وفاة المتهم بالدين المدى يعني المسؤول لو المسؤول عن الدين المدني توفى اتنين تنازل المدعب الحق المدني صراحة عن حقه يعني بعد ما طلب تعويض راح أمام القادي وتنازل خلاص ألمش تعويض حق تلاتة تقادم الحق المدني ولسه أليم من شوية الحق المدني يتقادم بمرور ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرب لسه أليم في أكمل تقريبا أربعة صدور حكم بات فيها سواء كان من المدني أو الجنائي هنا الحكم البيت قلنا بينهي الحكم البيت بينهي جميع جميع الدعاوة سواء كانت مدنية أو جنائية ده من سؤالين كمان هنقوله سيارة رقم 13 سؤال مهم قوي على فكرة مهم قوي عرف التلبس بالجريمة وما هي حالاته جلمة التلبس طبعا كلمة مشهورة بس احنا بقى باعتبارنا بتاع قانون لازم نعرفه صح التلبس هو اكتشاف الجريمة لحظة وقوعها أو بعد وقوعها بفترة بسيطة يعني انا شفت واحد بيقتل واحد ومسكناه ده اسمه تلبس طيب شفنا واحد مقتول وواحد معدي بجنبه ومسك سكينة ما شفناهش هو بيقتل بس شفناه في ايده السكينة وعلىها دم ده برضو اعتبر تلبس لانه هنا بعد ارتكابها بفترة بسيطة طيب ده كده التعريف بتاع التلبس تبقى حالاته حالاته واحد مشهدة الجريمة حال وقوعها يعني شفناه هو بيسرق شفناه هو بيضرب شفناه هو بيقتل اتنين مشهدة الجريمة عقب ارتكابها ببورها بسيطة المثال اللي انا قلته بتاع السكينة والكلام ده كله اخر سؤال عندي عرف النادب هو ما شروط صحتي قلنا ان النيابة العامة قد تندب قد تندب مأمور الضبط القضاء للقيام ببعض اعمالها النادب هنعرفه ونعرف شروطه النادب هو تكليف المندوب بعمل من الاعمال التي تدخل في سلطة من ندبه يعني عشان اندبك لحاجة لازم يكون اصلا من حق لاز؟ ممكن تيجي صح وغلط طيب شروط صحاته واحد لابد ان يصدر ممن له الحق في اصداره قانونة والمحقق او نيابة العامة اتنين يجب ان يصدر قرار الندب مكانيا ونوعيا تلاتة ان ينصب الندب على اجراءات معينة مثل القبض او التفتيش او سماع الشهود يعني اقولك انت رايح تعمل كذا بجديك ندب تعمل كل حاجة اروح يبدأ على فلان او ما الى ذلك اربعة يجب ان يكون الندب صريحا ومحددا ومكتوبا خمسة وده اخر شرط عندي من شروط الندب يتعين ان يلتزم المندوب بما ينضب من اجله وبكده ابناء وبناتي طلبة وطالبات المدارس التجارية شعبة قانون نكون راجعنا مع بعض على قد ما نقدر مادة الاجراءات الجنائية ويا رب نكون قدرنا ان يفيدكم مع التوفيق والنجاح والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي دايماً بقدين ولدنا مدرس عالهوى